أستاذة فايزة من بني سوفت تفضل السلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج حضرتك ده نور على نور الله يرضى عنك ويبارك فيك وربنا يخلي حضرتك ويديك العافية يا رب رب ويزء بسطة في العلم وبسطة في الصحة وبسطة في كل حاجة يا رب ان شاء الله ربنا يحقص حضرتك يا شيخ يا رب ربنا يبارك في حضرتك هل صبر على المرض ليه في سوادك الله أكبر الصبر على المرض من الأصناف التلاتة من الصبر اللي العلماء نصوا عليهم احنا دينا تلاتة أنواع من الصبر وانا شايف ان الصبر على المرض هو ده سؤال حضرتك يا حاجة فايزة بس ولا فيه اسئلة تانية لا فيه تانية يا شيخ يلا تفضلي السؤال التاني بعد إذن حضرتك لما أجي أصلي وانا يعني انا ستة كبيرة وبتحصلي حاجة صحية كده طيب ومش بقدر أقوم أتوض في حد يوضيك ولا لا يحاجة فايزة ستة توضيني الصبح وتوديني بالليل الفترة دي بقى أعمل فيها إيه هقول لحضرتك السؤال اللي بعد السؤال اللي بعد بعد إذن حضرتك هل لين ثواب على الابن على الصبر على الابن حاضر أجاوب على حضرتك شكرا يا شيخ عفوا يا ستة شكرا حاجة فايزة أول سؤال هل الصبر أنا شايف ان الصبر على المرض صبر على التلات حاجات احنا عندنا صبر على الطاعة صبر على الطاعة يعني أن أصبر على بعض المشاقة التي كانت تكون مع الطاعة زي ما عندنا الصبر على المرض أو الصبر التاني صبر عن المعصية إن أنا ما ارتكبش المعصية التالت الصبر على الأقدار المؤلمة إن فيه أقدار أنا بحس إن هي مؤلمة الأقدار هي المؤلمة لكن أي تؤلمني لإن أنا في الحقيقة ظار فيه بيخليني أقع في حيز الأمل الصبر على المرض بيجمع التلاتة الصبر على المرض بيجمع التلاتة فمن صبره فهو في طاعة ومن صبره فهو بيصبر على معصية الجزع ومن صبره فهو يصبر على القدر المؤلم فيدخل في يقين قولي تعالى إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب فطاعة طبعا بلا شك الصبر على لدرجة أن كل ألم يحصل للإنسان الله سبحانه وتعالى إما يمحو به خطئة أو يرفع به درجة هذا من لطيف ومن جميل ودي الله سبحانه وتعالى مسألة الصرى بقى وإيه مسألة أن فيه حد بيجي يوضيك في الصبح وبيوضيك بالليل خليه يوضيك الصبح بعد صلات الفجر صلي الفجر بالوضوء وبعدين يوضيك بعد صلات الفجر وحتى اتوضي ولو أني أنت ما عندكيش حد اجمعي ما بين الصلاتين بوضوء واحد بس طيب وإذا كان عندنا وخاصة لو كان عندنا سلاس بول أو كان عندنا أي عزل من الأعذار اللي فيها نوع من أنواع عدم القدر على دايب أنا أتوضأ على ما قاله الشيخ إليش وما قفت به بخلاص نتوضى للصلاتين مع بعض نجمع ما بين الصلاتين بوضوء واحد يبقى هتوضأ للدهر والعصر وتوضأ للمغرب والعشة وأصلي بهم حتى لو أدى ذلك إلى الجمع ما بين الصلاتين ونعمل بحديث سيدنا عبد الله بن عباس أنه جمع بين الصلاتين في غيره سفر ولا مطر لكي لا يحرج أمتها فالأمر عندك على الساعة أما الصبر على الولد العق ده سوابه عظيم لأن في الحقيقة الصبر على الولد العق ده قد يكون باب من أبواب الهداية وباب من أبواب الدلالة على الله وإن شاء الله ربنا يكرم حضرتك ويجعلك من الصابرات إن شاء الله اللي يفتح لهم أبواب الجنة وخاصة أننا في الأيام اللي إحنا فيها دي هيأتي أيام يضاعف لها الثواب وإن شاء الله بس كتري من الدعاء لي الابن العق من أهم الحياة اللي إحنا لازم نعملها إن إحنا نكسر من الدعاء له وخاصة في السجود في السجود كل صلاة إن شاء الله ربنا في شهر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي إذا التزمنا مسألة الدعاء له في كل سجدة من سجدة الصلاة